شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس العلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة شهد مساء أمس انطلاق النسخة الثانية من بطولة بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين نعم البطولة نظمتها منظمة القتال المنبثقة من منظمة خالد بن حمد وبالتعاون مع مؤسسة خالد بن حمد وأبي حضوري رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي السيد دانزيت ويت شهدت بطولة بريف مشاركة عشرين مقاتلا من خمسة عشر دولة حول العالم يتقدمهم ممثل البحرين المقاتل المحترف حمزة الكوهجي بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة ومن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والسويد والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والهند وباكستان ومصر والمغرب والجزائر والأردن وحضر المنافسات سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الخليفة وسعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الأمين العام لللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة الشيخ سجر بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للهيئات والمراكز الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة وسعادة الشيخ ابراهيم بن سلمان الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للمبارزة وسعادة الشيخ محمد بن دعيج الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة والشيخ عبد الله بن خليفة بن أحمد الخليفة وسعادة العقيد خالد عبد العزيز الخياط رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وعدد من المدعوين وجماهير غفيرة من عشاق ومحبي رياضة فنون القتال المختلطة وقد أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن ما تحقق من تطور في رياضة فنون القتال المختلطة بمملكة البحرين جاء بفضل رعاية عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه للقطاع الشبابي والرياضة وتوجيهات جلالته المستمرة بمواصلة التنمية والبناء بهذا القطاع الحيوي الذي يشهد مشاركة واسعة من قبل الشباب البحريني والتي ترجمتها الجهود المبذولة من قبل الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد وأضاف سموه أن الجهود الكبيرة التي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عبر الخطة الاستراتيجية التي وضعها سموه والتي تتضمن الخطط والبرامج التنموية ساهمت وبشكل واضح في مواصلة الديمومة الشاملة بالقطاع الشبابي والرياضي التي انعكست على الارتقاء بمستويات الألعاب الرياضية والرياضيين لأسيما برياضة فنون القتال المختلطة والذي تحقق خلالها العديد من الإنجازات بمختلف المشاركات والبطولات الدولية وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إن بطولة بريف استطاعت أن تشق طريقها بنجاح عبر استقطابها كوكبة من نجوم هذه الرياضة على أرض البحرين للمشاركة في هذا الحدث مضيفا سموه أن الهدف هو استمرارها بما يحقق لنا الهدف بتصدير البطولة إلى خارج المملكة لتجوب مختلف بلدان القارات السبع والتي تنطرق من خلالها لتأكيد على نجاح التجربة البحرينية في تنظيم بطولة عالمية برياضة فنون القتال المختلطة والذي يعزز من موقعنا في هذه الرياضة ويدعم من مكانتنا على خارطة الرياضة العالمية مشيدا سموه بالتنظيم الكبير وبالمستويات التي شهدتها هذه النسخة والتي عاكست التحضيرات الكبيرة من قبل المقاتلين والتي كانت واضحة من خلال التحدي القوي في النزالات كما واشهد سموه بالحضور الجماهيري الكبير في هذا الحدث بمن عكس على نجاح هذا التجمع الرياضي العالمي المميز وقد هنأ سمو الشيخ خالب بن حمد الخليفة المقاتل المحترف البحريني حمز الكوهجي بمناسبة فوزه المستحق في البطولة أمام المقاتل الفلبيني جيرمي باك تيو مؤكدا سموه أن الكوهجي مقاتل قوي ويمتلك قدرات وإمكانيات قتالية استطاع توظيفها بالشكل المناسب في هذه المواجهة التي حسمت لصالحه متمنيا سموه له التوفيق والنجاح في المشاركات القادمة كما هنأ سموه المقاتل البريطاني المحترف كارل بيث الذي نجح في الانتصار بالنزال الرئيسي للبطولة والذي جمعه بالمقاتل الروسي المحترف جازيب مهنيا سموه كذلك جميع المقاتلين الذين نجحوا في تحقيق الانتصار في هذه النسخة متمنيا سموه للباقية حظا أو فر في البطولات القادمة هذا والتقى سموه برئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة وبرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي وقد تبادل معهما الأحاديث حول البطولة وحول تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والاتحاد الدولي في سبيل زيادة التعاون المشترك للارتقاء وتطوير هذه الرياضة بالمملكة كما التقى سموه بأعضاء اللجنة التنظيمية لرياضة المبارزة بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربي وعددا من أصحاب السمو والمعالي من المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقتين اشتركوا في القناة